موسيقى جلسات تحضيرية وورش عمل مكثفة في شرم الشيخ استعدادا لانطلاق منتدى شباب العالم في العاشر من الشهر الحالي موسيقى الجيش اليمني يعلن انطلاق المرحلة الثالثة من تحرير مخافضة شبوى موسيقى اعتقال الرئيس السابق للامن الوطني في كازاخستان بتهمة الخيادة العظمى وبدء استعادة السيطرة على شوارع العاصمة الاقتصادية المات موسيقى موسيقى نشط الأخبار من النيل أهلا بكم توقض اليوم عدة ورش عمل وجلسات تحضيرية استعدادا لانطلاق منتدى شباب العالم في العاشر من يناير الحالي بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تناقش الجلسات أثار جائحة كورونا في ضوء عدة أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 ومستقبل القارة الإفريقية ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة والتحول الرقمي والتعليم كما تصلت الجلسات الضوء أيضا على قضايا مهمة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة ومواجهة التحديات البيئية فضلا عن استعراض مبادرة حياة كريمة باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان يبدأ اليوم كل من الجيش اليمني وألوية العملقة بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية حملة جوية وبرية مركزة لطرد ميليشيا الحوثي من مديرية عين والاتجاه نحو تنفيذ مرحلة ثالثة من تحرير مدرية بيحان كانت تلوية العملقة قد أعلنت في بيان لها صباح اليوم انتهاء المهلة التي منحتها لميليشيا الحوثي للانسحاب من المدرية لتبدأ المرحلة الثالثة من تحريرها في إطار عملية إعصار الجنوب وفي وقت سابق أكد الجيش اليمني أن قواته بالاشتراك مع ألوية العملقة تمكنت من تحرير واستعادة مدينة العليا المركز الإداري لمدرية بيحان والسيطرة على الخط الرابط بينها وبين مخافضة البيضاء استعرض الرئيس اللبناني ميشيل عون في بيروت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة إلى الحوار الوطني بحثا عن التوافق والتي كان قد أطلقها في 27 من ديسمبر الماضي كان رئيس طيار المستقبل سعد الحريري أعلن أنه أبلغ عون اعتذاره عن المشاركة في الحوار داعيا لأن يكون أي حوار بعد الانتخابات النيابية المرتقبة منتصف مايو المقبل التوافق السياسي في لبنان لم ينضج بعد على ما يبدو ويواجه الكثير من العقبات والعراقيل التي قد تحول دون انعقاد مؤتمر الحوار الوطني استجابة لدعوة من الرئيس ميشيل عون أو عقد جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فقد دعا عون في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي الأطراف السياسية اللبنانية إلى حوار وطني عاجل لم يحدد موعده بهدف التفاهم حول ثلاث مسائل والعمل على إقرارها وهي اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر أول مسمار في نعش الدعوة لمؤتمر الحوار الوطني جاءت من رئيس تيار المستقبل رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري الذي أبلغ عون في اتصال هاتفي اعتذاره عن عدم المشاركة في المؤتمر مشددا على أن أي حوار على هذا المستوى يجب أن يحدث بعد الانتخابات النيابية المقررة في شهر مايو القادم الرد الذي قُبلت به دعوة عون من قبل الحريري سبقه خلاف حول مسألة الصلاحيات بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب فجره رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد الدعوة التي وجهها عون للمجلس لدور عقاد اثنائي يبدأ من يوم الاثنين المقبل وحتى الحادي والعشرين من يناير لنظر القوانين المصدقة التي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر فيها ومشاريع واقتراحات القوانين الملحة التي تتعلق بالانتخابات النيابية ومشاريع القوانين التي ستحال إلى مجلس النواب لكن بري قال إن المجلس سيد نفسه ولا يمكن تقييده بالنظر في مشاريع القوانين أو الاقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها أما ثالثة العقبات التي تعرقل التوافق السياسي في لبنان فهي عقبة الثنائية حركة أمل برئاسة نبيه بري وحزب الله في ظل تمسكهما بموقفهما تجاه مقاطعة جلسات مجلس الوزراء حتى إبعاد المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت طارق البطار ويتريث ميقاتي منذ أكثر من شهرين في الدعوة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء تفاديا لزيادة التوتر أو حدوث صدام مع أي فريق وما زال يبحث عن صيغة تقاربية لا صدامية لعقد الاجتماع وتظاهر اللبنانيون اليوم أمام مقر المصرف المركزي في بيروت احتجاجا على انهيار الليرة وترد الأوضاع الاقتصادية وترجع سعر صرف الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياته على الإطلاق إذ تجاوز الدولار أكثر من 30 ألف ليرة على خلفية الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ عام 2019 إلى العراق حيث قال نصار ربيعي عضو الكتلة البرلمانية الصدرية العراقية عقب لقائه في بغداد هشيار زيباري رئيس الكتلة البرلمانية الكردية العراقية إن هناك رؤية موحدة باتجاه تشكيل حكومة عراقية جديدة شرفنا اليوم باستقبال وفد الكرد المشترك بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وهي استكمال لتفاهمات كبيرة منذ فترة طويلة وإن شاء الله المواقف موحدة وجيدة فيما يخص جلسة يوم الأحد وتشكيل الحكومة ومن جنيبي قاله هشيار زيباري رئيس الكتلة البرلمانية الكردية العراقية إن الاستحقاقات الانتخابية يجب أن تكون الفيصل في تقرير مصير العراق أمامنا استحقاق مهم وطني يوم تسعة في هذا الشهر وهو يوم عقد أول جنسة للبرلمان العراق الجديد بعد الانتخابات التشريعية في البلاد لذلك الجميع مطلوب أن نستفيد من هذه الفرصة وأيضا نثبت بأن الديمقراطية والاستحقاقات الانتخابية هي سوف تكون الحكم في تقرير مصير هذا البلد بوفد مشترك اتفق الحزبان الرئيسيان في كردستان العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على أن يخوض غمار مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الاتحادية الجديدة مع القوى والأطراف السياسية العراقية وهي خطوة من شأنها أن تعزز من وزن وهيبة الدور الكردي في العراق وفي الترتيبات المقبلة لتشكيل المنظومة السياسية الحاكمة خلال السنوات الأربع المقبلة ففي حال تطور التفاهمات والاتفاقات بين الحزبين نحو تشكيل كتلة برلمانية موحدة في مجلس النواب فإن هذا يعني تحول هذه الكتلة إلى إحدى أكبر كتل البرلمان العراقي وقبل ساعات من أنعقاد جلسة البرلمان العراقي الأولى غدا الأحد يستمر الجدل السياسي بشأن الكتلة الكبرى التي تمتلك حق ترشيح رئيس الوزراء الجديد وسط توقعات بتأخر تشكيل الحكومة نتيجة الخلافات بين القوى السياسية العراقية فالكتلة الصدرية ما زالت تصر على تسجيل نفسها على أنها الكتلة الكبرى دون أي تحالف مع أي قوى أخرى قائلة إن قانون الانتخابات الجديد أكد أن الكتلة الكبرى هي التي تحصل على عدد أكبر من المقاعد البرلمانية وليس الكتل التي تشكل تحالفا مع عدد من القوى وحسب مصادر في الطيار الصدري فإنه سيسعى بعد أن يسجل كتلته الكبرى بشكل رسمي في جلسة الأحد سيسعى للعمل على تشكيل تحالف سياسي كبير يضم قوى سياسية مؤثرة وفاعلة هي من سوف تشكل حكومة الأغلبية الوطنية وهذا يعني رفضا لمساعي ما يسمى قوى الإطار التنسقي التي تحاول ضم الطيار الصدري لأجل تشكيل الكتلة الكبرى من البيت السياسي الشيعي حصرا لكن الصدر يشدد على أنه هو الذي سيعمل على تشكيل حكومة أغلبية بمشاركة بعض أطراف الإطار التنسقي وليس جميعها لكن الإطار التنسقي الذي يضم القوى التي رفضت نتائج الانتخابات البرلمانية يصر على أنه يمثل الكتلة البرلمانية الكبرى ومن حقه تشكيل الحكومة الجديدة وفي ظل استمرار هذا الخلاف بوجود كتلتين كبيرتين يتوقع مراقبون عرقلة سير الحوارات والمفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وأن تشهد جلسة البرلمان الأولى يوم غد الأحد خلافات سياسية كبيرة بين كل القوى السياسية لسيما فيما يتعلق بالكتلة الكبرى ومنصب رئيس البرلمان وعطفا عليه فإن تشكيل الحكومة الجديدة قد يستغرق شهورا أعلن جهاز الأمن الوطني في كازاخستان في بيان له أن رئيسه السابق كريم ماسيموف اعتقل بتهمة الخيانة بعد إقالته في أعقاب أعمال الشغب في البلاد يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه قوات الأمن استعادة السيطرة على العاصمة الاقتصادية الماتي بعد عنف دام أياما لوضع حد لأعمال الشغب التي تهز البلاد رفض رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف أي إمكانية للتفاوض مع المحتجين وسمح لقوات الأمن بإطلاق النار بهدف القتل توكاييف قال إنه أمر قوات الأمن والجيش بإطلاق النار بهدف القتل من دون إنذار مسبق ووصف الدعوات إلى التفاوض مع المحتجين بالعبثية لا سيما في الخارج عملية مكافحة الإرهاب مستمرة المسلحون لم يضعوا أسلحتهم ويواصلون ارتكاب جرائمهم أو يمهدون لها ينبغي أن نواصل قتالهم حتى النهاية من لا يستسلم سوف تتم تصفيته في السياق ذاته اعتقلت السلطات القزاخية رئيس جهاز الأمن الوطني السابق كريم ماسيموف ومسؤولين آخرين بتهمة الخيانة بعد إقالته في أعقاب أعمال الشغب في البلاد وكان جومرت توكاييف أكد إعادة النظام الدستوري إلى حد كبير في هذا البلد بعد أيام من اضطربات وأعمال شغب غير مسبوقة لكن ما يدل على أن الوضع لم يعد إلى طبيعته أعلن مطار الماتي أنه سيبقى مغلقا حتى الأحد على أقرب تقدير وتهز أكبر دولة في آسيا الوسطى حركة احتجاج بدأت الأحد في المقاطعات بعد زيادة أسعار الغاز ثم امتدت إلى مدن أخرى وخصوصا إلى الماتي العاصمة الاقتصادية للبلاد حيث تحولت التظاهرات إلى أعمال شغب أدت إلى سقوط قتلى أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية أن أمس الجمعة شهد تسجيل 821 حالة صابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 27 حالة وفاء وقال الدكتور حسام عبد الغفار أن الأمس شهد أيضا خروج 939 متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 325364 متعافية أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل أعلى عدد من الإصابات بكوفيد-19 منذ نهاية مايو وبلغت 142 ألف إصابة ليرتفع مجمل الإصابات إلى 35.3 مليون إصابة وقالت الوزارة أن عدد الوفايات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 483463 حالة بعد تسجيل 285 حالة وفاء جديدة أفدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم اقتربت من 303 مليون حالة وذكرت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها أن إجمالية الوفايات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم اقتربت من 5 ملايين و500 ألف حالة مضيفة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم والتي بلغت أكثر من 59 مليون إصابة في حين تجاوزت حصيلة الهند 35 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية تليها البرازيل بأكثر من 22 مليون حالة إصابة بدأ الجيش البريطاني نشر 200 من أفراده في مستشفيات العاصمة لندن للمساعدة في علاج مصابي فيروس كورونا مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد وإصابة عدد كبير من العاملين في المجال الصحي بالفيروس بدأت زارة الدفاع البريطانية نشر قواتها لمساعدة المستشفيات في لندن على التصدي للجائحة وقالت الحكومة البريطانية إن القوات المسلحة وفرت 200 فرد لمساعدة موظف هيئة الرعاية الصحية في لندن على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة وأوضحت أن من بين هؤلاء المئتين هناك أربعين طبيبا سيساعدون موظف هيئة الرعاية الصحية في العناية بالمرضى وأن المئة وستتين فردا الآخرين الذين لم يتلقوا تدريبا طبيا سيقومون بفحص مرضى والتأكد من الحفاظ على المخزونات الطبية وإجراء الفحوصات الأساسية نازلنا نشهد ارتفاعا في أعداد المعالجين في المستشفيات لسيما مع ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس بين الفئات السنية الأكبر عمرا وعلينا أن نكون صراحاء ونقول إن نهاية الرعاية الصحية سوف تعاني في الأسابيع القليلة المقبلة وهذا للتذكرة بأن هناك دورا ينبغي على كل واحد مننا أن ينهض به للمساعدة في مكافحة هذه الجائحة وأفضل ما يقوم به أي فرد إن لم يكن قد فعل هو أن يحصل على القرعة المعززة أو القرعة الأولى أو الثانية وقبل يومين من نشر أفراد القوات البريطانية في المستشفيات صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يأمل في أن تتمكن إنجلترا من تجاوز الموجة الحالية من كورونا دون مزيد من القيود لكنه أقر بأن المستشفيات ومقدم الخدمات الصحية سيشعرون بالإرهاق وسط انتشار متحور أوميكرون وسجلت بريطانيا أكثر من 150 ألف إصابة يوميا بكورونا خلال الأسبوع الماضي قال جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا إن محادثات إعادة إحياء اتفاق إيران النبوي الموقع عام 2015 والجارية حاليا في فيينا تتقدم على مصار إيجابي إلى حد ما ما زلت مقتنعا بأننا قادرون على التوصل إلى اتفاق وفي هذه الأثناء فإن هناك بعض التقدم الذي يتم إحرازه في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني على مدار الأيام الماضية رغم تعطل المفاوضات لإدة أشهر إثر تغيير الحكومة الإيرانية في الأيام الأخيرة بدأنا نسلك مسارا إيجابيا في المحادثات ولكن الوقت يداهمنا وإذا لم نتوصل سريعا لاتفاق يكبح جماح طموح إيران النووي فلن يكون هناك شيء بعدها للتفاوض عليه في سياق متصل عرضت إيران في ساحة للصلاة بوسط العاصمة طهران ثلاثة صواريخ باليستية يصل مدها إلى ألف كيلو متر بالتزامن مع محادثات نووية جارية في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني من الانهيار استعرضت إيران في وسط العاصمة طهران ثلاثة صواريخ باليستية طويلة المدى في مشهد غير مألوف الحرس الثوري الإيراني قال في بيان له إن الصواريخ المعروفة باسم ديسفول وقيام وذو الفقارة يصل مداها الرسمي إلى ألف كيلو متر وإن الصواريخ المعروضة هي من نفس الأنواع المستخدمة لضرب القواعد الأمريكية في العراق جاء العرض في الذكرى الثانية لهجمات الصواريخ الباليستية على القواعد الأمريكية في العراق ردا على الضربة الأمريكية بطائرة مسيرة والتي اقتلت الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني في بغداد عام 2020 عرض الصواريخ الباليستية وغيرها من العروض العسكرية التي تنفذها تهران تتزامن مع مفاوضات نووية جارية في فينة لإنقاذ الاتفاق النووي المواقع بين إيران والقوى الكبرى في عام 2015 واستؤنفت تلك الجولة الجديدة بعد توقف دام خمسة أشهر بمشاركة تهران والدول التي ما زالت طرفا في الاتفاق وهي فرنسا المملكة المتحدة ألمانيا روسيا والصينة وتشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر ويحاول الدبلوماسيون الغربيون مع تهران لإعادة إحياء الاتفاق الذي سعى للحد من طموحات إيران النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وانهار الاتفاق النووي في 2018 عندما سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامبا من جانب واحد الولايات المتحدة من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على إيران في مدينة تشونتشينج الواقعة بجنوب غرب الصين لقيا أكثر من 16 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات بجراح عقب وقوع انفجار يشتبه بأنه ناجم عن تسرب غاز في مبنى يضم مطعمة ختم النشرة تذكير بأبرز ما جاء بها من أخطاء جلسة تحضيرية وورش عمل مكثفة في شرم الشيخ استعدادا لانطلاق منتدى شباب العالم في العشر من الشهر الحالي الجيش اليمني يعلن انطلاق المرحلة الثالثة من تحرير محافظة شبوى اعتقال الرئيس السابق للأمن الوطني في كازاخستان بتهمة الخيانات العظمى وبدوا استعادة السيطرة على شوارع العاصمة الاقتصادية المات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة